مصر مليانة بالنماذج المشرفة والباحثين القادرين على خدمة بلدهم بعلمهم وجهدهم وتعبهم واحد من النماذج المشرفة هو الباحث المصري المهندس أحمد زياب الشهير بيزويل الصعيد واللي شغل على مشروع لأكبر معمل مركزي للتاقة المتجددة الحرارية في مصر والشرق الأوسط أحمد هو المرشح المصري والعربي والإفريقي الوحيد اللي اتأهل ووصل لتصفيات النهائية لجائزة ستيفن هاوكينج العالمية في العلوم على مستوى العالم هو خريج بكاليريوس علوم زراعية جامعة الفيوم وحصل على جائزة التمييز العلمي بعيد العلم في عام 2019 برحب بضيفي المهندس أحمد دياب والملقب بزويل الصعيد برحب بك يا مهندس أهلا جدا بحضرتك ويعني أهلا بكل سادة المشاهدين وأهلينا في الصعيد وبنسويف تحية طبعا ليهم جميعا طيب احكي لي بقى القصة تخصصك وليه لقبوك بزويل الصعيد زويلت يعني علم كبير وإسم كبير أحمد زويل رحمة الله عليه هو قدوتنا كلنا في العلم وهو كان القدوة اللي احنا تأسسنا عليها في البيت يعني دايما كنا بنتابعه ودايما كنا بنتفرج عليه فكنا دايما حتى يعني بشكل مستمر كنا بنحاول يعني بنتابع كل الأحداث بتاعته فاتولدت عندنا حدت القدوة اللي بقيت الفترة الأخيرة بقيت منعدمة شوية ما بقاش فيه قدوة مثلا الناس حتى أو الشباب الأغلبية في الجيل الجديد إنه هو حتى ما بقاش يحدد من قدوه فأنا من حبي في دكتور زويل فكنت بدأت إن أنا أشارك في بعض الندوات ورش العمل في تعليم أساسيات البحث العلمي وكان عندي زي طفل صغير حب استطلاع الحاجة دي زي تعملت الحاجة دي زي اتأسست لحد ما المدرسين عندي أطلقوا لقب زويل وبعد كده طبعا بمشاركات في مجال البحث العلمي وحصول بعض الجوائز وبعض التكريمات طبعا من دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي السابق فبدأ طبعا زويل عشان كدوتنا فبدأ الأساتزة وبعد التكاترة إن هم يعني يعني يطلقوا لقب زويل أو زويل الصعيد أحساسا أنا أنا صعيد بقى طيب أنت كمان كنت المرشح المصري والعربي الإفريقي الوصل لي النهائيات الخاصة بالمسابقة بتاعت ستيفين هوكينغ برضو سريعا أحكي لنا الموضوع يعني هي المسابقة احنا بدأنا يعني من 20-20 دي كانت المحاولة التانية من الموسم التاني ليها بس كنا 20 ألف بحث عدينا في أربع تصفيات أو أربع مراحل والحمد لله تأهلنا ضمن التلاتة كمصري وألماني وبرازيلي وطبعا عشان فترة الكورونا الإيميكرون وفاد المالكة فبعض كهونين دولة بتقف فما تم إبلاغل حتى الآن إحنا ضمن التلاتة ولكن ما فيش أي جديد خالص لكن إحنا طبعا يعني إحنا لينا يعني ليه الشرف أن إحنا وصلنا للتصفيات النهائية كأول مصري يتأهل هذه التصفيات طيب أنت عندك مشروع خاص بيك ما تعلق بإنتاج القهربة من الأشعة الحرارية إيه قصة المشروع ده لأنه كمان بيهدف في الآخر للحفاظ على الطاقة الجديدة والموت الجديدة وده يمكن توجه الدولة أو الدولة بتركز في الحتة زي بالطبع طبعا يمكن إحنا المشروع اللي هو الخلايا الحرارية واللي كنا بصدده وكنا مشاركين دمن الوفد المصري في الكوي 17 والكوب 27 كدمن المشروعات الصديقة للبيئة وأن المشروع ده نقدر من خلالهم مش نستورد خلايا شمسية خالص من بر مصر بالعكس إحنا بنصنع خلايا بتقدر تنتقل كهربا 24 ساعة بكفاءة أعلى وبتكلفة كمان أقل واعتمد على الأشعة تحت الحمراء وده بتخزن كهربا من نسبة 90% وده من أكبر الأزمات اللي بتواجه الدولة كلها اسكان في الوطن العربية أو اسكان في مصر وتواجه كل المستثمرين في استوراد الخلايا الشمسية إحنا مصنع بنبان كله بالكامل بسوردين ومن خارج ما عندناش في مصر غير تجميع فقط مصارة كانت تابع الانتاج الحربي فإحنا الأول مرة بنقول إن إحنا في قدنا نصنع منتج صنعه في مصر دي يعني بالنسبة لي حاجة مهمة ثواني يعني أنت بتقول إن إحنا هنا هنصنع الخلايا الشمسية الحرارية الحرارية اللي أحسن من الخلايا الشمسية آه الفرق بقى الخلايا الشمسية بتنتقل كهربا على دوق الشمس الخلايا الحرارية بتنتقل كهربا على الأشعة تحت الحمراء فنقدر إن انتقل كهربا 24 ساعة مصدر مستدام ودي تبقى لرؤية مصر عشان تلدين اهداف التمان واستدامة فاحنا منينتك حاجة بشكل استمبولي بشكل مستمر و بشكل متجدد طيب هل فيه دول بتعمل كده فيه دول بتصنع الخلايا الحرارية لا الخلايا الحرارية بس فيه ابحاث لان انا منتابع بشكل يومي الدوريات او البيبر او الابحاث التي اتنشرت فاحنا عندنا فيه بعض الابحاث اللي بدأت تشغل على مادة الكولوروفال بتاعت النبات اللي احنا الاساس بتاعنا لكن بتحط معي سيليكون اللي هو بتاع الخلايا شمسية احنا زيلو سيليكون فيه تطعمات ببعض العناصر لكن احنا زيلو سيليكون اللي هي الرمضة والبيدة اللي احنا بنصدرها اللي بتبقى عليها بعض المشاكل اللي ممكن تصدر حاجات يعني بتأثر على البيدة يعني احنا لو نفدنا المشروع ده هنبقى اول دولة بنصنع الخلايا الحرارية احنا بنصدر وده اللي جيه في اختبر الرئيس احنا بقى اول دولة بنصنع اول دولة بنصنع وتصدر وتصدر اه طبعا واحنا اللي نتحكم في سعر كمان الكهرباء ويبقى اكبر مشروع قامل حصل في تاريخ مصر طب انت قدمت المشروع داري الجهات؟ يعني احنا من الكلام في شهر 25 و 21 جي بعض التوجهات من سادة الرئيس عبد الفتح السيسي وكانت توجهات حتى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور خالد عبدالغفار وحصل بعض التقييمات في اكاديمية البحث العالم وبالفعل حصل صفر لمعمل طاقة وبدأ نشوف ايه المواد المحتاجينة وايه لبعض الاجهزة ولكن بعد فترة الموضوع يعني يتوقف يعني الاسباب معدومة بس فممكن بيبقى فيه توجهات او فيه خطة معينة لامتى المشروع يطلع او امتى عشان هو مشروع طاقة هو المشروع ده مكلف؟ يعني ربع تكلفة الخلايا اللي احنا عملناها في اسوار بس بس في حاجة اسمان احنا اللي هنصنع انت مع مين في المشروع ده؟ يعني احنا كنا يعني في بعض الكليات زي كليات علوم الفيوم بعض الدكاترة منها عشان هما جهات كتير فخانين اكاديمية البحث العلمي طبعا انتوا اكتر من حد مع بعض اه طبعا كان الاشراف في المعمل وقتها كان دكتور عمر فاروق نيب رئيس اكاديمية البحث العلمي وكان اشراف كمان من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وهكذا طب تسمح لي المشروع طبعا احنا نتكلم على انه وفقا لكلامة باش مهندس احمد انه احنا هنصنع الخلايا الحرارية اللي هي افضل من الخلايا الشمسية وهنبقى اول دولة بنصنع ونصدر الخلايا الحرارية طبعا ده طاقة متجددة ومستدامة ده تواجه الدولة والعالم كله علشان نوفر الطاقة بشكل نظيف ويحافظ على البيئة وبشكل مستمر ده مشروع مهم جدا جدا طيب هل في عقبات او خلينا اقولك السؤال بطريقة تانية نجاح المشروع لو قسنا اللي لو جنا قسنا تقريبا لو طبقنا نجاحوا بنسبة قد ايه 300% وايه استقضي احنا وغدين في براءة اختراع يمقدمين فيه طلب انت وغدين في براءة اختراع اه يعني انا معنا الرقم من اكاديمية البحث العلمي ده رقم واحد اخدتوا براءة اختراع خلاص اه يعني كنا لسه عندنا حتى تقييم برضو من قريب بس يعني للظروف تعب بس انا طبعا ما حدردش ويعني بلغت برضو وقتها لكن خلينا نقول ان المشروع عالميا لما نلاقي مثلا زي الميدل است بتتكلم عنه نلاقي يعني مجلات علمية كبيرة جدا بتتكلم عنه زي نتشرال بتقول ماذا اهمية مشروع في الطاقة وكمان المناطق دي نقدر نقول ان هي مش بتحب مصر قوي فلو يكونون يتكلم عنه مشروع مصري معمول في مصر ويتكلم عنه بكل الثقة دي إلا وانه حاجة انت بتقول لي انه هو لو اتنفذ هينجح بالنسبة للتماية وزيادة واكتر احنا المادة الخامة عندنا وهنصنع بأيدينا وإدين مصرية وصنعة في مصر يعني احنا اللي همينت لا همتمنى طبعا انه هذا المشروع بإذن الله لو ورقه كويس او تمام او تفاصيله موجودة وانا اظن انه كنا يعني ان شاء الله اتمنى برضو ايضا ان بالمشروع ده لو نقدر نشارك به في منتدى شباب العالم لانه بيحضر يعني باحثين واقتصاديين وعلماء طاقة في منتدى شباب العالم وده يمكن يعني طلب يعني اتمنى طبعا انه احضره في منتدى شباب العالم من سيادة الرئيس لانه هو راعي العلم والعلماء والباحثين والشباب وهو القبلينا دايما نتمنى انه بالفعل لو المشروع يعني انا متفقة طبعا ان شاء الله خير طبعا وحلامك ورسقة اللي عندك دي وبرأة اختراع فبإذن الله لأ يعني يتم اعادة النظر فيه ويتم بإذن الله يعني يتنفس في مصر اكيد يعني ان شاء الله احنا توجهاتنا قصا نحو الاخضر طيب انت ايه احلامك نفسك في ايه والله يعني انا دايما بحط اهداف سنوية واهداف شهرية لكن خلينا نقول شوفين يا جماعة مثل نكحة برضو والعودكاتة والعلماء وال يعني المتفوقين بشكل عام بيحطوا خطط كده او بيحطوا كده جدول على نفسي في كذا 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 وبيحققوها هو دايما اي حد نجح يقولينا كده احنا خلينا نقول ان لو ما فيش هدف او ما حدش عنده هدف فهو يعني كأنه بيمشي بشكل عشوائي يعني مش هيوصل للمكان اللي هو هيقدر يوصله لكن انا اتمنى طبعا انا بسعى انت بقى عندك اهداف شهرية وصنوية اه يعني انا ان شاء الله حاطت هدف بإذن الله يعني انا بسعى في موضوع الماجستير في ان انا اتلقى منحة فانا بحاول اقدم في جامعات بحاول اقدم جوا مصر ولكن برا مصر جيلي حاجات كتير فانا بتمنى ان يكون حاجة جوا بلدي لان احنا عملنا كله عملنا سبقى 15 تجربة او 16 تجربة برضو نايس لسه تجربة من التجارب بسبب الدعم المادي اللي كان فجأة كل حاجة وقفت فطبعا اتمنى ان احنا ننتهي من التجارب النهائية عشان يبقى معنا منتج نهائي اه اتمنى طبعا اعضل المنتدى لانا بالنسبة للمنتدى ده انا بدرس كل شخص هي بتبقى جاية عشان اعرف ادخلها من انهي مدخل عشان يبقى مكسب ليهن احنا والفريق وانت بقى افادة لينا برضو تمام نعرى نستثمر زي المعلومة تمام بنسعى ان احنا يبقى عندنا منتج زي الكوبال القصادي دلوقتي يتبقى مكتوب عليها وصنع في مصر يبقى منتج بس مش موجود في مصر بس موجود على مستوى العالم وقتها نبقى حاسين ان احنا بدأنا نحط رجلينا وفي مجال الطاقة عالميا ويبقى لينا كمان يعني خطوة كواية جدا في المجال ده لان ده حقنا وطول عمرنا ان احنا اكبر يعني دايما سادة الرئيس بتكلم على اكبر جامع واكبر كنيسة واطول طريق واكبر كلمة اكبر دي الرئيس دايما مكلم عليها عشان اجعلنا السكة بتاعتنا بتاعت زمان ايام الحضارة المصرية القديمة كأننا منعمل اكبر حاجة ورقم واحد فخلينا نقول ان احنا ان شاء الله الفتر دي ممكن نبقى فيها ازمة ولكن يعني مع بعض كلنا وكشباب انقدر باذن الله ان احنا نتخطاه باذن الله على خير باذن الله صحيح طيب هل في عندك مشاريع تانية غير المشروع الخاص بصنع الخلايا الحرارية داخل في المشاريع تانية كان في مشروع ان احنا كنا مشاركين انا عضو يعني انا رئيس لجنة التعليم في برلمان شباب مصر لموزك محاكمة مجلس النواب التابعة لوزارة شباب الرياضة وايضا عضو في لجنة التغيرات المناخية ويمكن ان احنا لنا بعض النقاط اللي اشتغلنا عليها عن الزراعة وعن ايضا النقاط الخاصة بالتحول للاخدر ويمكن صديقي اندرو في برلمان شباب مصر اعرضها وتعرضت في اليونس وتعرضت في مؤتمر المناخ فاحنا عندنا بعض حاجات خاصة بورد النيل وحاجات خاصة بالزراعة اللي هتقدر من خلالنا نحل مشكلات بتواجه المصانع او المياه الصناعية داخل مصر يعني انا بنحاول ندور عن مشاكل اللي عندنا ونحلها بيدينا نجيبش حد خالص من بره بس ونتمنى طبعا ان احنا نشوف بلدنا اللي احنا تربينا فيها تبقى احسن بلد في الدنيا لان هي ام الدنيا صحيح اكيد ام الدنيا بمناسبة طبعا انك مهتمة بالطاقة الجديدة والموتة جددة انت شفت طبعا مصر واستضافتها لهذا الحدث الهام بحضور شخصيات وكبار الرؤساء في العالم كل كوب 27 وساعتها طبعا سيد الرئيس قال ان ده هيكون مؤتمر التنفيذ التعهدات شفت بقى اللي حصل واللي تم واللي تنفذ على ارض الواقع بعد المؤتمر ازاي لانه فعلا احنا شفنا اتفاقات مصر ابرمتها مع عدد من الدول خلينا نقول ان اللي جوه الحدث غير الف الكواليس بمعنى ايه يعني الشخص اللي قاعد في البيت بتفرجع التلفزيون مش واصله الصورة زي ما هو قاعد جوه الحدث نفسه وشايف كمية الفخر والاعتزاز من الدول الخارجية ومعاعدين جوه بلدنا وخلينا نقول ان مسؤولة المفاوضات الاوروبية في اخر قرار اللي قالت لو عايزين نحط استثمارات نحطها ببلد يكون عندها سكك حديد وكان ده استقرار في الامن وكان عندها بنية تحتية عشان كده حتى لما سيدة الرئيس جي بدأ في الدولة بناء الدولة بدأ ان احنا ايه الناس مش فاهمة طب السكة الحديد دي بتتعمل بقى ايه طب القطر السريعة طب احنا منوزع الفلوس على الناس وتاكل مش فاهمين ان الموضوع مش موضوع اكل بس الموضوع ان احنا بنعمل اساس لدولة قعدة 30 سنة كان هيكتب لها شهادة وفاة وفي دول كتير جدا ان برح كنت استف اتفرج على بعض الصور اللي معمر القزافي لما كان رئيس دولة كبير ويقوم وفاته فقالنا كانت دولة قوية وكانت العراق وكان دول كتير واللي بيقع مش بيقوم فاحنا نحمد ربنا رئيس دي من قال احنا كنا يعني دي معجزة اللي بيقع مش هيقف تاني فنقدر لازم ان نحافظ على بلدنا من اي فتنة ومن اي حد بيحاول يتوغل جوانا لان احنا في فترة لو ما حافظناش على بعض يعني اتمنى ان ربنا يحفظ البلد بس احنا محدش يحفظها غير نحنا احنا كمصريين ونسمحش لاي حد لان احنا جوه المؤتمر لم ييجا رئيس امريكا يدي التحالة العسكرية جوه بلدنا وتيجا رئيس مجلس النواب ورئيس امريكا محدش خد باله كان حاطت في المنديل بتاعه المنديل علي تلات اهرامات دي سياحة لينا الغردقة في الشتا ووزير الاسعار والسياحة بدأ يطلق مبادرات يجي يقضوا هنا الشتا بدل ما الاسعار عالية اوه في الكهربا في اوروبا اوروبا يا فندم اللي عملت الصناعة وعملت الحضارة وزي ما بقولوا هنا التطورات دلوقتي مش عارفيني يولعوا الكهربا فطبعا خلينا نقول ان احنا نحمد ربنا في وسط الازمات اللي العالم كله بمر بيها لكن احنا الحمد لله ازمتين على ميتين ازمة الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية احنا وقفين لسه على رجلنا في دول وقعت وفي دول ما بقتش في الاقتصاد اصلا واحنا رغم ذلك لينما كانتنا كان في الافريقيا كلها مساعدة ما مسكنا اتحاد الافريقي 2011 احنا طلعنا منه دولة غير مستكرة وكان يكتب لنا شهادة وفاة من 2011 الدولة فيها حروب وفيها ارهاب وفيها وفيها عشر سنين بقى الدولة انا نيجي نحط استثماراتنا فيها وده اللي احنا عايزين ولسه بنبصتنا على عشر سنين قدام لسه عشرين تلاتين فنتمنى ان شاء الله ان اقتصاد يبقى فيه خبراء اقتصاديين قادرين طبعا على حل الازمة الحالية الموجودة ويقدروا يبقى فيه ناس اقتصاديين يطلع يتكلموا الشعب لان احنا بشوف الخبر نلاقي ستين مليون بيعلق على الخبر فبقى الموضوع كلنا بينا خبراء اه يعني انا اسف حتى الرئيس برضو علا في اخر مؤتمر يعني ستين مليون اقتصاد وستين مليون مبرمج وستين مليون كل بيعلق على كل حاجة فبقى الموضوع بقى صعب بقى الكلام كتير في وقت احنا منفعش فيه الكلام احنا لازم نشتغل اكتر نا وفواتك كمان ما ينفعش نسمع لأي حد بالضبط يعني انا لسه بقول حرارك بلاش نخلي نسمع لحد ان هو يتوخل جوانا عشان احنا لو ما مسكناش بعض مش عايزين ايدينا تقع وده يا جماعة كان مسك الختام الوعي يعني الشباب اللي عندها وعي والله العظيم لا يقدروا بثمن يعني شاب ما شاء الله عليه مهندس وباحث مصري ملقب بي زويل الصعيد نظرا لفكره لدراسته حبه الوطن وعنده مشروع يعني للطاقة الجديدة والمتجددة واخد عليه هو زميله براءة اختراعه ما شاء الله شايف البلد ماشى ازاي متفهم جدا الحال العالم كله بيمر بيها بالمناسبة احنا عندنا شباب مصريين كتير جدا عندهم هذا الوعي نتمنى ان انتو يعني المعلومة تنتشروا اكتر وتكلموا لنا بنحاول ننزل في الجامعات وانا كموديفيشن في تيديكس العالمية بحاول برضو انسل وبنخاطب زميل لكلنا لان احنا مشكلتنا واحدة هي المعلومة الكاملة صح هم برا الاعلام الخارجي بيعمل ايه بيجيب برومة معلومة صح وتلت تربة معلومة غلط فبيحط السم في العسل زي بيدسه كل التوفيق ليك يا رب يا بش مهندس وان شاء الله بقى تجيلي لما خلاص المشروع بيتنفذ او تنفذ خلاص انا سعيد جدا لما كنت معاكي وبنواجه تحية لأسرتي في بني سويف والأهلين كلنا والأعضاب رلمان شباب مصر كلهم وبشكرك جدا على اللقاء المسمر شكرا لك انا اللي بشكرك وكل توفيق لك المهندس احمد زياب الباحث المصري والملقى بيزويل الصعيد نورتنا بشكركوا مشاهدين على حسن المتابعة والتخطية الإخبارية دائما مستمرة على شاشة اكستر نيوز اشتركوا في القناة